عايزة اروح لأمر تاني وامري مهم جدا العلاقات الطيبة اللي بتجمع ما بين الاهل والترجي وقلت لحضراتكم في المباراة الاولى وشوفنا الاستقبال الرائع من فريق الترجي او من مجلس ادارة الترجي برئاسة الاستاذ حمد المؤدب رئيس النادي وكل اعضاء مجلس الادارة واستقبال كبير لبعثة النادي الاهلي والكابت المحمود الخطيب والكل اعضاء مجلس الادارة المصاحبين للبعثة شوفنا استقبال رائع ده قطع الطريق على الناس اللي كانت دايما عايزة اجواء الاهلي والترجي ومصر وتونس اجواء ملتهبة اجواء خارج المستطيل الاخضر زي ما شفناها قبل كده في 2017 كل ده قطع الطريق على الناس المغرضين وزي ما قلت لحضراتكم نفس الاستقبال اللي هيلقيه النادي الاهلي والترحاب اللي هيلقيه في تونس هيلقوه واكتر من هنا ان شاء الله في مصر بلدهم التاني كابتل محمود الخطيب شك اللجنة الخطيب على رأس وفد الاهلي في استقبال بعثة الترجي التونسي الشقيق بمطار القاهرة عقد الكابتل محمود الخطيب رئيس النادي عدة اجتماعات للوقوف على كافة الترتيبات الخاصة بمباراة العودة في نهاي دوري الابطال امام الترجي التونسي الشقيق والمحدد لها السبت المقبل باستاذ القاهرة جاء في مقادمة الاجتماع الاول والذي جاء بحضور الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي والكابتل سامير عدل المدير الاداري للفريق الاول لكرة القدم والأستاذ جمال جبر مدير الاعلام مناقشة الاستقبال الخاص بفريق الترجي التونسي عند وصوله القاهرة الاربعاء بالمناسبة فريق الترجي بكرة هيوصل ان شاء الله ساعة السابعة مساء وتحدث الكابتل محمود الخطيب عن الاستقبال بفريق الترجي الاستقبال والذي لابد ان يليق بنادي الترجي والعلاقة التاريخية التي تربطه بالنادي الاهلي على مر الاجيال وتكرر ان يكون الكابتل محمود الخطيب على رأس وفد النادي الذي سوف يستقبل فريق الترجي بمطار القاهرة وكلف رئيس النادي دكتور سعد شربي والكابتل سمير عدلي والأستاذ جمال جبر بكافة الترتبات اللازمة وتأكيد على الترحاب بالنادي الترجي التونسي الشقيق في بلده الثاني مصر وبيته النادي الاهلي وان يكون استقبال طيبا ويعكس العلاقة الوطيدة بين الناديين وكذلك ترحيب الجماهير التونسية في القاهرة وده من الشيء المهم زي ما شوفنا استقبال لجماهير النادي الاهلي هناك هنشوف ايضا استقبال رائع للجماهير وحضور في استاذ الكاهرة خاصة وان العلاقة التاريخية بين الاهلي والترجي سوف تظل اكبر من نتيجة اي مباراة في كرة القدم هي دي العلاقة وهو ده بيان النادي الاهلي اللي بيعكس العلاقة الطيبة والوطيدة بين ادارات الناديين وايضا بين الجماهير زي ما شوفنا حضور جمهور النادي الاهلي في ملعب رادس واستقبال رائع اليوم ايضا المعاملة هتكون مش بالمثل هتكون افضل كمان هنا